ليس سراً أن صبراً أمريكياً بدأ ينفد وقلقاً دولياً بات يتعاظم توازياً مع حرب إسرائيل على غزة في شهرها الثاني وصور مخلفاتها من دمار وحصار وإبادة فخشية الإدارة الأمريكية والرئيس جوزيف بايدن لا تقتصر على قصف متواصل يتابعه العالم لحظة بلحظة ويؤثر في قاعدة الرجل الشعبية قبل انتخابات أمريكية يعتزم خوضها إنما باتت الخشية حقيقةً مردها غياب استراتيجية إسرائيلية في هذه الحرب وعدم وجود سقف زمني للعملية البرية أمران قد يكلف المنطقة برمتها تصعيداً لا تحمد عقباه في ظل جبهة شمالية لا تشي بالتهدئة رغم التطمينات وهذا يضاف إلى قائمة من الخيبات ألحقها بنيمين تنياهو بالرئيس بايدن توردها الصحافة الأمريكية وتفصلها إلى ذلك يريد تغيير إضافي في التوجه والرؤية من العاصمة الفرنسية باريس مثلاً بعد دعوة واضحة وصريحة إلى هدنة إنسانية فورية الكثير من خلالات التطبيقية في الجانب المتخزين على تغيير أورو من الجزء التطبيقية بالنسبة للقراسة في عامل المنطقة بالنسبة للقرب وإن تؤكد أصوات حلفاء إسرائيل هذه على شيء إنما تؤكد عدم قدرة العالم على تحمل ما تخلفه حرب حولت سبعين بالمئة من سكان غزة إلى نازحين وسجلت قائمة من الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء والمسنين فعلا مش دهان مش دهان